بسم الله كورس تصميم وتركيب أنظمة الإنارة من أحد أهم الكورسات اللي كل الناس محتاجاها حتى لو ما كانش مهندس كهرباء أو فن كهرباء أو ليه علاقة بالكهرباء لأن يا أخوانا تصميم وتنفيذ الإنارة كلنا بنشوفه كل يوم في كل بيت في كل موقع في كل شارع لازم كل الناس من خلال هذا الكورس تبدأ تفهم إيه هي المفاهيم الأساسية أو الرئيسية في الإنارة يبقى أنت في الكورس هتبدأ تتعلم إيه هي مفاهيم الإنارة أنت موجود تقعد تلاقي ناس بتقولك كل الحاجات دي أنا لازم أبدأ أعرفها في الكورس عشان أبدأ أأسس إيه هي القواعد والقوانين اللي أنا هبدأ أمشي عليها في الكورس فأنا لازم أبدأ رقم واحد بالمفاهيم الأساسية في تصميم وتركيب أنظمة الإنارة زي ما احنا بنقول الكورس تصميم وتركيب وليست تصميم فقط أو تركيب فقط يعني الكورس هيكون فيه جزء عملي على فيديوهات عملية في مواقع خاصة بالإنارة طيب الحاجات ده تشمل إنارة فين؟ ممكن يبقى في المباني السكنية في المباني التجارية في المستشفيات في أي نوع من أنواع المباني المختلفة في الأبراج في الهاي رايزنج بيلدنج هناخد أبليكيشنز كتير جدا على تصميم وتركيب أنظمة الإنارة هناخد إزاي بنصمم ونركب أعمدة الإنارة كلنا في الشوارع بنشوف أعمدة الإنارة وفي مهندسين كتير جدا شغالين في إنارة الشوارع كل الناس بره بتشوف عمود الإنارة وبتشوف توزيع أعمدة الإنارة طيب إيه هي تفاصيل تصميم أنظمة إنارة الشوارع؟ إزاي ببدأ أركب؟ إيه هي شروط البلدية أو شروط المجلس اللي أنا موجود فيه عشان أسلم أعمدة إنارة ده في أول سيكشن ده كله هناخده فيديوهات بإذن الله تعالى عملية ونظرية بالتفصيل هنبدأ ناخد إنارة التونيلز أو الأنفاق إنارة الكباري وده جزء مهم جدا يا أخواننا إنارة التونيلز إنارة الكباري ده مهم جدا هناخد إنارة الملاعب دلوقتي فيه ملاعب ومباريات كأس العالم لازم نبدأ ندرس إزاي بيتم تصميم الإنارة في الملاعب إزاي بيتم تصميم الإنارة في الملاعب إزاي بيتم تصميم الإنارة في الساحات الكبيرة المفتوحة ازاي بيتم تصميم الانارة وتركيب انظمة الانارة في الملاعب ده مهم جدا في الساحات المفتوحة بيتم مهم جدا وهناخد تصميم وتركيب انظمة الانارة داخل المبنى انت تعرف اني انا لو مش مصمم او مش مركب انظمة الانارة تتناسب مع العين ده ممكن يأثر بالسلب على عيني ممكن يأثر على الاند يوزر او على المستخدم فالكورس ده يهم كل الناس ان هي تبدأ تفهم اسس تصميم وتركيب انظمة الانارة المختلفة هنبدأ ناخد مباني سكنية ونبدأ نعرف في بيتك ازاي بحط اللمبات او الكشفات او اركب اللمبات والكشفات المناسبة غرفة النوم ليها قيمة شدة اضاءة او لكس تختلف عن الطرقة تختلف عن الحمام تختلف عن المطبق تختلف عن غرفة المذاكرة في اكواد بتقول كده ايوة في اكواد بتقول شدة الاضاءة في الفراغات يعني انا دلوقتي موجود في مستشفى غرفة الدكتور الخاص بالرمض غير غرفة الدكتور الخاص بالنساء غير غرفة العناية المركزة يبقى كل فراغ لقيمة لكس معينة لازم انا ابقى عرفها عشان ابدأ اصمم بناء على قيمة اللكس الموجودة في الستاندرد والكود الكود المصري الكود السعودي الكود البناء السعودي بيهتم جدا بتوزيع انظمة الانارة تمام وكمية الانارة في اماكن معينة هناخد كمان ازاي بيتم توزيع الانارة في الفنادق ازاي بيتم توزيع الانارة في القاعات القاعات الكبيرة انا ابقى شايف القاعات دي بتتصمم ازاي في الانارة ازاي توزيعات الليد ازاي توزيعات الهيدن لايت او الانارة المخفية بيتم توزيعها ازاي وازاي اطلع اشكال من الليد طب ايه هو الانظمة المستخدمة في التحكم في انظمة الانارة هل فيه تكنولوجيس جديدة زي مثلا الموشن سينسورز الموجودة حاليا ان الكشاف ما يبقى الشغال تمام طول الفترة ولا لا لو فيه حركة يشتغل لو ما فيش خلاص يطفي ان انا اتحكم في شدة الاضاءة بتاعة اللمبة او الكشاف تمام ده كله انا مبدأ ادرسه في كورس تصميم وتركيب الانارة بالتفصيل هناخد تطبيقات عملية الفيديوهات هتبقى موجودة في السايت في الموقع بتوريلك بيتم ازاي اختبار انظمة الانارة بعد تركيبها ايه الاجهزة اللي انا بستخدمها في اختبارات انظمة الانارة هل النظام ده مصبوط ولا لا ممكن نستخدم موبايل ابليكيشن نشوف بيه لكس قيمته كان في المكان ممكن نستخدم جهاز عشان نبدأ اشوف بيه توزيع الاضاءة الانواع المختلفة من الاضاءة تروح في اماكن تلاقي الاضاءة مركزة زي المحلات مثلا تلاقي حاطة شوز او حاطة براند معين ومركز الانارة عليه فهو بيظهر هذا البراند ومش مهم اللي بعده يبقى فيه اضاءة خفيفة كلام ده احنا هنبدأ نتعلمه فيه انارة موزعة تلاقي انا عايز كشافات الانارة في الشارع تبقى موزعة البولر كيرف بندرسه وبنشوف ازاي الكشاف بيطلع انارة تمامه شكل توزيع الانارة بيكون متوزع ازاي لازم نبدأ نعرف الانواع المختلفة لللمبات اللي بتستخدم هل هناخد مثلا الانارة في الحدائق الانارة في الزرع ايوة بنشوف حدائق كتير جدا مهم جدا فيها تمام اه توزيع الانارة هناخد الفساد لايتنج انارة الواجهات وده من احد اهم التطبيقات اللي كل الناس المفروض تبدأ تفهمها تلاقي المبنى دي الوقت داخل بانارة معينة وبليزر ولامبات تمام ليد وتحكم معين تمام بيدي لك شكل المبنى حسب الاضاءة فاحنا هنبدأ نتكلم عن علم الانارة وعلم الاضاءة هندسيا وبما يهم المهندس ويستفيد منه الفني او اللي بيركب واستفيد منه عامة الناس فكورس كورس تصميم وتركيب انظمة الانارة وليست تركيب فقط وليست تصميم فقط هتلاقي الكورس ان شاء الله تعالى بيحتوي على مجموعة من الفيديوهات العملية اكتر من النظرية اللي بتوضح لك علم الانارة وتوزيعات الانارة في الاماكن المختلفة السكنية والتجارية والانواع المختلفة من لمبات والكشفات والانواع المختلفة من التحكم في انظمة الانارة المختلفة وان شاء الله تلاقي مع مخططات تشتغل عليها بالفعل مخطط انارة تبدأ تفهم ازاي المخطط ده بيشتغل هنبدأ ندرس من خلال المخطط اللي هي هنبدأ ندرس من خلال جداول الكميات هندرسها بالتفصيل في مشاريع مختلفة وهنبدأ نشوف او المواصفة الفنية لان الناس كتير جدا تيجي في المواصفة الفنية وتكونش مذكرها يقول لك ولا انا عايز كشاف مضاد للانفجار ده مسلا بالفين ريال وراح المهندس مبصش في الاسبيكس ويجاب له كشاف عادي بمتين ريال هل ده ينفع مش مهندس لازم تركز في التكنيكال اسبيكيشن وتذكرها معايا في الكورس كويس جدا عشان تبقى مهندس شاطر في الانارة ويلا بقى نبدأ الكورس الخاص بتصميم وتركيب انظمة الانارة شكرا